بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف التاسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات صف التاسع لمادة الاجتماعيات الكويت والعالم في درسنا لهذا اليوم سوف نتناول خصائص الكرة الأرضية والتقسيمات الجغرافية لكوكب الأرض كل ذلك سوف نتابعه ولكن بعد الفاصل فتابعونا موسيقى 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 مرحمة بكم طلاب وطالبات الصف التاسع من جديد عنوان درسنا لهذا اليوم سوف يتناول كوكب الأرض في درسنا السابق ذكرنا أن كوكب الأرض هو جزء لا يتجزأ من المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية جزء لا يتجزأ من المجرة وكل ذلك يشمل أو جزء من الكون أهم خصائص كوكب الأرض واحد تعرف أيضا باسم الكرة الأرضية فتلاحظ عزيزي الطالب شكل الكرة الأرضية يشبه الكرة فيذلك سميت بالكرة الأرضية أيضا من خصائصها أنها تعتبر ثالث الكواكب بعدا عن الشمس بعد عطارد والزهرة وأشدها كثافة فتلاحظ عزيزي الطالب في صورتي أمامك أن الشمس يأتي في الكوكب المقابل لها عطارد ثم الزهرة والكوكب الثالث الأرض وهذا البعد أعطاها ميزة مهمة جدا ألا وهي الخاصية الثالثة أن الكوكب الأرض هو الكوكب الوحيد المعروف بإيواء الحياة فذكرنا عزيزي الطالب في الحلقة السابقة أن كوكبنا كوكب الأرض يحتوي على عنصر الحياة ألا وهو الماء وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فالماء هو عنصر الحياة الوحيد الموجود على سطح الأرض فلو لاحظنا عزيزي الطالب أن كوكب الأرض هو الترتيبه رقم ثلاثة ساعد على وجود الماء بحالاته الثلاث الغازية والصلبة والسائلة عكس كواكب عطارد والزهرة الذي يتميزان لنا يتميزان بارتفاع درجة حرارتهما فلا يوجد الماء بهما بالعناصر الثلاثة التي ذكرناها أما الخاصية الرابعة هي أن لدى كوكب الأرض تابع واحد هو القمر فلو خرجت عزيزي الطالب في المساء ورفعت نظرك إلى السماء لو وجدت قمراً واحداً أو تابع واحد لكوكب الأرض ألا وهو القمر فلو يوجد تابع غير هذا التابع أما الخاصية الخامسة هي أن الأرض تتميز بأنها كروية الشكل فهذا المشهد التقط من كوكب من سطح كوكب القمر ولوحظ أن الأرض تأخذ الشكل الكرة القمر القمر هو جرم سماوي معتم صغير يدور حول كوكب أكبر منه فتلاحظ عزيزي الطالب في صورة أمامك أن القمر يأخذ شكل اللونين الرمادي والأبيض وهذا التابع أخذ مصدر هذا النور كما ذكرنا سابقاً من الشمس وذكرنا الشمس هو عبارة عن نجم يستمد من هذا النجم الضوء والحرارة فانعكست أشعة الشمس على هذا الكوكب فظهر لنا باللونين الرمادي والأبيض لماذا يسكن الإنسان كوكب الأرض؟ أحد الأسباب التي جعلت الإنسان يسكن هذا الكوكب هو وجود الجاذبية الأرضية فلاحظ عزيزي الطالب أن لولا الجاذبية الأرضية لما وجدنا على سطح كوكب الأرض حيث أن هذه الجاذبية تقوم بجذب الأجسام من أعلى إلى أسفل أي أو بمعنى آخر أنها تقوم بتثبيت أجسام على سطح الأرض وقد اكتشف العالم إسحاق نيوتن الجاذبية الأرضية عندما كان يجلس تحت شجرة التفاح فكان يدول ملاحظاته فإذا بتفاحة تسقط على رأسه فبدأ يفكر عن سبب سقوط هذه التفاحة بهذه الطريقة أي من أعلى إلى أسفل لماذا لم تسقط من أسفل إلى أعلى أو لماذا لم تكن تميل باتجاه اليمين أو الشمال فاكتشف قانون الجاذبية الأرضية أيضا السبب الآخر هو وجود الغلاف الجوي وهذا الغلاف الجوي هو الذي حمى كوكبنا الأرض من ماذا؟ من الأشعة الضرة أيضا حماها من النيازك من الوصول إلى سطح الأرض كذلك حماها من ظاهرة الاحتباس الحراري حتى لا تتعرض الأرض للبرودة إذن الإنسان يسكن كوكب الأرض بسبب واحد وجود الجاذبية الأرضية كما ذكرنا اثنان وجود الغلاف الجوي الذي الذي ماذا؟ ما دور الغلاف الجوي؟ واحد يحمي الأرض من الأشعة الضرة اثنان منع النيازك من الوصول لسطح الأرض ثلاثة دوره في ظاهرة الاحتباس الحراري حتى لا تتعرض الأرض للبرودة ونذكر هنا طبقة الأوزون التي لها دور كبير جدا في الحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض خاصة مع انبعاثات غاز ثاني كتدي الكربون وتناولة كثيرا وكالات الأنباء حول ثقب في طبقة الأوزون حيث أن هذه الطبقة لها دور كبير جدا في الحفاظ على درجة الحرارة على سطح الأرض تم تقسيم الأرض إلى مجموعة من خطوط الطول ودوائر الأرض فقد اتفق الجغرافيون على تقسيم الكرة الأرضية إلى مجموعة من خطوط وهمية متقاطعة وذلك لعدة أسباب منها واحد زيادة النشاط البشري وحركته برا وبرا وجوا الحاجة اثنان الحاجة لتحديد المواقع المختلفة وقياس الزمن عزيز الطالب فإننا في وقتنا الحاضر نستخدم أجهزة حديثة هي أجهزة الجي بي اس أو الملاح حيث أن هذه الأجهزة لها دور كبير جدا في تحديد المواقع التي نريد أن نصل إليها وهذه المواقع سواء كانت برية أو بحرية أو جوية فيستخدمها الشخص الذي يريد أن يصل إلى مكان معين في تحديد موقعه ومساره أيضا يستفيد منها في تحديد الزمن والوقت المستغرق ليصل إلى الهدف الذي يريد الوصول إليه خطوط الطول ودوائر العرض عزيز الطالب ترى في الصورة أمامك الكرة الأرضية وهي مقسمة إلى مجموعة من الخطوط ودوائر العرض فخطوط الطول ودوائر العرض هي مجموعة من الخطوط الوهمية المتقاطعة التي وضعها الإنسان لتساعده على تحديد المواقع المختلفة على سطح الكرة الأرضية فإذا خرجت إلى الخارج ونظرت إلى السماء لم تجد هذه الخطوط فنعيد ونركز أن الخطوط هي عبارة عن خطوط وهمية وليست خطوط حقيقية تلاحظ عزيز الطالب هذه الخطوط قسمت الكرة الأرضية إلى مجموعة من المربعات كبيرة وصغيرة سوف نتناول الآن بشيء من التفصيل لهذه الخطوط هذه الخطوط كما تلاحظ عزيز الطالب خطوط عرضية عرفة بي دوائر العرض في شكل المقابل له خطوط طولية عرفت باسم خطوط الطول خصائص دوائر العرض واحد خط الاستواء هو الخط الأساس لدوران العرض ورقمه صفر فتلاحظ عزيز الطالب في الشكل الذي أمامك خط الاستواء هو الخط الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين قسم شمالي وقسم جنوبي ويبدأ هذا الخط برقم صفر أيضا هذا الخط يمتد بين دائرتين عرض تسعين شمالا وتسعين جنوبا أي أن مجموعهما مئة وثمانين درجة دوائر العرض غير متساوية أكبرها عند خط الاستواء وتزغر كلما ابتعدنا عن خط الاستواء حتى تصبح نقطة في القطب الشمالي والجنوبي فتلاحظ عزيز الطالب في الصورة أمامك أيضا لاحظ أنه عند خط الاستواء دائرة كبيرة تبدأ تزغر تدريجيا شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى القطب الشمالي أيضا تساعدنا دوار العرض على تقسيم الكرة الأرضية إلى مناطق حرارية رئيسية إذن عزيز الطالب فأن دوار العرض لها دور كبير في تقسيم الكرة الأرضية إلى أقاليم مناخية فنشاهد في الشريحة التالية أن الكرة الأرضية أو سطح الكرة الأرضية قسم إلى ثلاث أقاليم فنلاحظ عند خط الاستواء باللون الوردي يمثلنا المنطقة الحارة ثم إذا وصلنا من صفر إلى 23 درجة شمالا ومنها 23 درجة جنوبا فإن المنطقة تكون الحارة أما ما بين 23 درجة شمالا إلى 66 درجة ونصف شمالا ومنها أيضا ومثلها جنوبا باللون الأخضر منطقة معتدلة في درجة الحرارة بعد ما انتهينا من دوار العرض سوف نتاول الآن خطوط الطول خصاص خطوط الطول عزيزي الطالب تلاحظ في الشكل الذي أمامك أهم خاصية لخطوط الطول لا وهي رقم واحد خط جرينيش هو خط الأساس لخطوط الطول ويتميز رقمه أيضا صفر هذا الخط يقسم لنا الكرة الأرضية إلى قسمين نصف شرقي ونصف غربي تمتد خطوط الطول عند درجة 180 درجة خط شرقا و180 درجة خط غربا ومجموعهما 360 درجة تساعدنا خطوط الطول على تعيين الزمن بين الأماكن حيث يزداد الوقت كلما اتجهنا شرق خط جرينيش وينقص كلما اتجهنا غرب بمعدل أربع دقائق لكل خط طول فتراحظ عزيزي الطالب أن لكل خط طول له أربع دقائق خط طول 180 درجة يسمى أيضا بخط التاريخ الدولي فمنه يبدأ اليوم ما هو خط التاريخ الدولي؟ خط التاريخ الدولي هو خط وهمي على سطح الكرة الأرضية منه يبدأ اليوم وإليه ينتهي فتراحظ عزيزي الطالب في صورة أمامك هذا الخط مقسم الكرة الأرضية لقسمين شرقي وغربي وتراحظ هناك تعرجات لهذا القط قصة هذه التعرجات تتمثل من تفادي الجزر المأهولة قدر الإمكان حيث أن الجزر التي يميل إلى الجزء الشرقي تكون ينتهي بها اليوم والجزر التي تكون في الجهة الغربية يبدأ بها اليوم ومن أشهر هذه الجزر جزيرة دايموند بجزئيها الشرقي التابع للولايات المتحدة والغربي التابع لروسيا وخط التاريخ الدولي يمر بينهما حيث يبدأ اليوم في الجزء الغربي كما ذكرنا وينتهي بالجزء الشرقي فتلاحظ عزيزي الطالب دوران الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق فينتهي اليوم عند الغرب ويبدأ في الشرق وبذلك عزيزي الطالب أنهينا درسنا لهذا اليوم وسوف نتناول مجموعة من الأسئلة لنتستذكر فيها معلوماتنا لدرس هذا اليوم أجب عن الأسئلة التالية بما يناسبها التابع الوحيد للأرض التابع الوحيد للأرض ما هو يسمى؟ ما اسمه؟ هو القمر الكوكب الذي يعيش فيه الإنسان يسمى أحسنتم الأرض يبلغ إجمالي عدد دوائر العرض على الكرة الأرضية مجموعهم 180 خط الأساس لدوائر العرض يسمى خط الاستواء ورغمه صفر فذكرنا أن دوائر العرض تقسم الكرة الأرضية لقسمين شرقي شمالي عفوا وجنوبي ويبدأ عند صفر يبلغ إجمالي عدد قطوط الطول على الكرة الأرضية 360 أي لو حسبنا منتصفهم 180 180 مجموعهم 360 خط الأساس لخطوط الطول يسمى خط جرينيج ورغمه صفر إذ أن هذا الخط يبدأ بحساب التوقيت فيبدأ عند خط جرينيج يقع خط التاريخ الدولي على محيط يسمى ذكرنا خط التاريخ الدولي الذي يمثل خط الطول ويسمى بهذا المسطح المائي المحيط الهادي عدد أهم خصائص كوكب الأرض ذكرنا أن الكوكب الأرض عدد خصائص منها واحد أنه يأخذ أو يعرف باسم الكرة الأرضية يعتبر الكوكب الثالث من حيث البعد عن الشمس بعد عطارد والزهرة وتميز أيضا بأنه شد وكثافة أنه الكوكب الوحيد المعروف بإيواء الحياة أن لديه تابع واحد وهو القمر ويتميز أيضا الكوكب الأرض بأنه كروي الشكل أهمية الغلاف الجوي ما أهمية الغلاف الجوي ذكرنا عزي طالب فيما سبق أن الغلاف الجوي له أهمية كبرى وهي واحد حماية الأرض من الأشعة الضرة وهي الأشعة الفوق بنفسجية منع النيازك من الوصول لسطح الأرض وهنا ذكرنا في الدرس السابق أن النيازك هي عبارة عن جرم سماوي يدخل الأرض في حالة عدم احتراقه بالشكل الكامل يعرف باسم نيزك دوره في ظاهرة الاحتباس الحراري حتى لا تتعرض الأرض للبرودة ودور هنا دور طبقة الأوزون في حماية الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية وأيضا دورها في حماية أو منع خروج الحرارة أو هروب الحرارة من سطح الأرض إلى خارج غلافها الجوي علل تعرج خط التاريخ الدولي ما أسباب تعرج هذا الخط؟ ذكرنا أن هناك مجموعة من الجزر تمر عنده هذا الخط فهذه الخط يبتعد عن الجزر المأهولة قدر الإمكان علل تقسيم الكرة الأرضية إلى مجموعة من خطوط الطول ودوائر العرض ذكرنا أن لخطوط الطول خاصية ولدوائر العرض خاصية يرجع هذا التقسيم إلى زيادة النشاط البشري وحركته برا وبحرا وجوا الحاجة لتحديد المواقع المختلفة وقياس الزمن وبنهاية درسنا لهذا اليوم الذي استعرضنا فيه خصاص الكرة الأرضية والتقسيمات الفلكية للكرة الأرضية وهي التقسيمات الجغرافية لها إلى خطوط طول دواء العرض لذلك نختم درسنا لهذا اليوم على أمل لقاء بكم بحلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر